سيدة تقول مريض ابن عمي واحتاج الى نقل دم فاعطيته من دمي فهل يحرم عليه ان يتزوجني تحريم الزواد يكون بسبب النسب او الرضاع او المطاهرة فبعد ان ذكرت الاية 22 تحريم زوجة الاب وذكرت الاية 23 تحريم الامهات وغيرها وذكرت الاية 24 تحريم المتزوجات وكل ذلك من سورة النساء جاء في الاية الاخيرة قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم وفي الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فليس من اسباب التحريم نقل الدم ولا يزوج ان نقيسه على الرضاع لانه قياس مع الفارق فالدم بذاته ليس مغذيا وانما هو ناقل للغذاء واللبن في اصله غذاء وحتى لو فرض ان الدم مثل اللبن فاسترط ان يكون نقل الدم في سن الحولين اي في الصغر اما النقل بين من هم اكبر من سنتين فلا يدر ابدا كالرضاع بعد الحولين كما يعتبر عدد مرات نقل الدم فلابد ان تكون خمس مرات معلومات كما ذهب اليه الامام السافعي في الرضاع والخلاصة ان نقل الدم لا يحرم الرهم المكاهرة والله اعلم